توالت ردود الأفعال المنبددة بممارسات بشار الأسد المروعة بعد الهجوم الكيموي الذي استهدف خانشيخون في إدلب وأدى إلى قتل العشرات ليصبح بذلك بشار الأسد في دائرة الغضب الدولي سيما بعد تصريحاته النافية لهذا الهجوم وبعد تحديه للمجتمع الدولي نتابع التقدير التالي أثار الهجوم الكيموي الذي تعرضت له مدينة خانشيخون السورية ردود فعل غاضب على الأسد ونظامه وتصعدت التصريحات والاتهامات والتوصفات المنددة بأفعاله فبعدما أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استنكار وصدمة لما حدث في إدلب وصف وزير الخارجي البريطاني الأسد بالإرهابي الأكبر وقال إن الهجوم الكيميائي بدل موقف الغرب التجاهه بريطانيا دعت روسيا حليفة دمشق للوقوف على الجانب بشان نزاع في سوريا وقالت إن تشبث الأسد بالسلطة يأتي بمساعدة الروس والإيرانيين فيما كذبت فرنسا على لسان وزير خارجيتها تصريحات الأسد التي قال فيها إن هجوم خانشيخون مفبرك مئة في المئة وأكدت أن الدمار الذي تعاني منه سوريا منذ ست سنوات ليس خيالا الاتلاف السوري بدوري أوضح أنه لا مجال لمحاربة الإرهاب دون القضاء على بشار الأسد قائلا إنه لا يمكن أيضا لأمريكا أن تدعم أي عملية حوار سوري سوري دون القضاء على الأسد ونظامه وفيما يتعلق بالضربة الأمريكية على مطار الشعيرات قالت المعارضة إنها بمثابة رسالة إلى أنها ليست بالسقف المتوقع وبالرغم من كل الاتهامات الموجهة إليه إلى أن الأسد ما زال يحتفظ بمئة لاطنان من ترساناته الكيميائية بعد انخدع مفاتيش الأمم المتحدة الذين أرسلوا لتفكيكها فوفق ما كشف عنه قايد عسكري سوري منشاق عمل رئيسا للحرب الكيميائية بالفرقة العسكرية الخامسة فإن نظام الأسد لم يكشف عن كميات كبيرة من مواد السارين الكيميائية ومواد سمى أخرى وقنابل جوية يمكن حشوها بمواد كيميائية ورؤوس حربية تثبت في صوريخ سكود مواضحا أن أطنانا من المواد الكيميائية نقلت إلى مناطق جبلية حصينة خارج مدينة حمس ومدينة جبل القريبة من ترطوس